وقال سمح شكري أن المؤتمر شهد على مدى أسبوعين مشاركة مئة واثنى عشرة رئيس دولة وحكومة شاركوا في فعليات الشق رفيع المستوى والدوائر المستديرة أشار شكري إلى أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار يعد إنجازا تاريخيا بعد سبعة وعشرين عاما من التناول والمطالبة من قبل الدول الأفريقية ما حققه هذا المؤتمر هو التأكيد الحي بما أطلق من أن مؤتمر شرم الشيخ هو مؤتمر التنفيذ لم يكتفي بالقرارات التقليدية وإنما سعى منذ اللحظة الأولى ومنذ الإعداد خلال السنة الرئاسية الانتقال من الرئاسة البريطانية للرئاسة المصرية بتكريس أهمية التنفيذ وتجسد ذلك في النجاح بعد مشاورات مطولة ودقيقة بأن يضع على جدول الأعمال قضية الخسائر والأضرار وأن يتعدى ذلك بأن يتم اعتماد مقرر ينشئ لأول مرة صندوق للخسائر والأضرار لمواجهة التحديات الضخمة وتعرض عديد من دول العالم خاصة الدول النامية للتدعيات السلبية المرتبطة بتغير المناخ ترجمة نانسي قنقر